أزل أهلاً وبهلاً مرحباً بكم في حرقة جديدة من برنامجكم إزوران نت مازيخت في هذه الحلقة وانطلاقة من جبل نفوسة زي ما عودناكم ونعاودوا مرة تانية حنتكلموا عن جذري جديد اللي هو ياف ياريان فرن واللي هو في العموم يعني التنقية، الاختيار، التصفية، التطهير، التنظيف، الحلاقة إلى آخره سوف نرى أنه له ارتباطات وسوف نقارنه بأشياء متعلقة بالموثولوجيا القديمة وأشياء ستستغربوا فيها بعدين، حاجات ما نتوقعش أنه له ارتباط به بكل وجب القول أن هذا الجدر موجود في كل التنوعات الأمزغية تقريباً بما في ذلك الزناقة وهو أكبر دليل على قدمها الموغل في التاريخ وانا يتكلم تهلب علي زناقة وأن لهم علاقة يعني انفصلوا عن باقي الأمزيق في فترة طويلة جداً فلما نجد جذر موجود في هذا التنوع أو ذاك ونجده عند زناقة بمعنى أنه قديم جداً حتى وكان ممات في أغلب التنوعات طيب، فرن يعني نقي كما ذكرت كأن تنقي الشعير من الشوائب أو يعني فرن طيمزين، فرن تينيفين إلى آخره وقد يعني كذلك يعني نقولها سيزوي طبعاً وأنا حتى يفي فعفاء الأخرى ولكن كذلك تهيئة الأرض تنقيتها للزراعة يعني أنك أنت تنحي الرشاد منها، تنحي منها الأعواد اليابسة، تنحي منها العشاب اللي هي ضارة ولأخره وعملية تنقيت وتهيئة هذه الأرض تسمى تافراند، إيفراند تنقي مرة أخرى كما في الأطلس المتوسط في المغرب ويمكننا الحديث عن تقليم الأشجار كذلك، فيقال مثلاً إيفراند تزمورت مثلاً واللي هو زي ما قلنا تقليم الأشجار وتنقيتها وإن آخره، اللي هو نفس الفعل والشخص الذي يقوم بهذه المهمة يسمى أفران، هذا يسمى الفعل وكذلك هذا الفعل من شيء من تنقية الأشجار إلى الإنشان الذي ينتقي ويختار ما هو الأفضل مثلاً في سوق الخضار، خضارك أدامك تأخذ حسن واحد فيها أو الملابس والآخره يقارب في الجنوب الشرقي للمغرب أسامر وين يستخدم فيهم هلبة أسامر لأنه حقيقة كنز كبير في الجذور الكلمات المزيغية يقولون أري السفران، أري السفران أي يتنقى أو ينتقي ما هو أفضل له حتى الآن الفعل بمعنى الفرز التنقية تقليم الأشجار كلها مرتبطة ببعضها والفرز في العموم يقال مثلاً في الزناغة تعرف لما لاعبة الاختيار هذه لما نحط لك حاجة في يدي بعدين نقول لك الاختيار يقولوا شفرن، أي سفرن، السين تقرب شين عندما فلما يعطيك خيارين وتختار أفضلهما ومنه خرجت تافرانت اللي هي الأفضل من الأشياء عندهم وعند عندهم أي الزناغة وكذلك تستخدم في القبائل لكن في فعل متعدي يقولون فرن أي نيلهان أي اختر الأفضل يعني حد يطلب منك النصيحة تقول فرن أي نيلهان أي اختر ما هو أفضل لك وفي سوس يستعملون فرن بمعنى اختر وليس للأفضل فقط أي اختيار زي ما قلنا بكري عند زناغة، ففرن عني الهان زي ما قلنا وفي اختيار الأفضل والتنقية والتطهير يقولون هذا بالنسبة لسوس، يقولون سوس وكذلك الجنوب الشرقي يقولون سغوس وهذا سوف أرجع لها بعد قليل لأهميته إضافة إلى فرن يقولون سغوس وهو مترادف كامل لهذه الكلمة وهذا سوف نرجع لها بعد قليل إذا نفهم لماذا الأفضل جاء من الجدر لأنه كانت تنقية واختيار الأفضل لأنك لما تنقية الشعير تلوح في اللي فاسد وتنقية الأفضل فيه ولهذا كما قلت عند زناغة أصبحت تعني الأفضل عمومة تا فرن وقد تعني النقي الخالي من الشوائب والناصة والنقي أمون والنقي القلب كذلك وبما أننا أخذنا الأفضل من الأشياء بعد تصفيته وتنقية نجد اسم الزبدة عند إموها عظ توفرانت، توفرانين، توفرانت، الزبدة من الشيء أي النقي منها يقال له توفرانت وتجمع على توفرانين جميل جدا هذا التعبير في نظري طبعا تسمى تلوسي عند أغلب التنوعات المزغية، الزبدة عفوا فهي تفكير منطقي استخراج الزبدة من الشيء أي أفضلها وهذا خرجت بعض المخاض أي الزبدة أي الأفضل يعني هذا حتف للغاية الأخرى زي العربية الزبدة اللي هي تعني الأفضل طيب ومن الأفضل كذلك وجب القول أن مزاب ومعهم بعض القبيل تفردوا باشتقاق لهذه الكلمة وهي مرتبطة بما سبق فيقولون مثلا للعنب الأبيض، لاحظوا معي، العنب الأبيض العالي الجودة والنقي والناصة البياد كما قلت وأحيانا غالثة من تافرانت، تافرانت، وهو الصفوة والأفضل كما قلنا عند أمزاب قبل قليل أصبح يعني المفضل في كل شيء عندها، ومن نفس أمزاب هذه المرة من غير القبائل يسمون، يعني، وتفردهم حقيقة في هذا الفعل، أنا لم أجده عند أي أحد آخر، يسمون عصارة التمر تعرفوه الرب اللي اندرو في فليبيا وأنا على عصيدة عصيدة بالرب الرب وهو مفضل عند الكثيرين طبعا لحلوته وهو إلى آخره، وهو عصارة التمر، زبدة التمر، تسمى ماذا؟ عنده مزاب تسمى تافرانت، تافرانت، يعني، من غير تشيء ده المرة، إذن هذا التسلسل منطقي آخر العصارة الشيء أي زبدة هو أفضله، ونوله بعد شوية للكلمة بمعنى التنقية، نجد مثلا معنى آخر بمعنى التقشير، أنت تنقي بمعنى تقشر، نفس المعنى راه وقصدي لو تفكر فيه تفكير منطقي جدا التقشير من نوع التنقية، فكذلك تقشير الفاكهة والحبوب، مثلا في واحد في جيغ وعند الأوراس، يقولون هذا ليس موجود في نفسها، لكن نفس الاشتقاق أخذها عند واحد في جيغ وفي الأوراس، يقولون فرن البطاطا، نغل لتشيني، لتشينا، فرن البطاطا يعني يقشرها، وهو منطقي أيضا جائع من نفس الجدر، فرن، ومنه جاء اشتقاء لطيف وهو اسم القشرة نفسها، الآن أصبحنا انتقلنا من التقشير إلى القشرة نفسها، فاللحاء متع الشجر ربما في فترة من الفترات ممات هذا، أخذ له جذر من هذه، أخذت له كلمة من هذا الجذر، ثم أطلق على اللحاء نفسه، القشرة نفسها أصبحت تسمى أفرنان وإفرنانن، اللحاء القشرة، مش فرن، شم تفرن، شم بتقشر؟ القشرة، فقشرة الفلين، ربما كانت تعني أي قشرة من قبل، وأصبحت تعني قشرة الفلين نفسها، الفلين معروف، الخفاء في هذا، فأصبح يسمى أفرنان، وتجمع إفرنانن، طبعا لحاول قشرة الفلين تسمى في تنوعات أمازيغية كثيرة، أفريق، ولا أفريك، ومنه جاء اسم أفريقي حسب زعم البعض، طيب، حتى الآن أصبحت التنقية من تنقية الحبوب والأرض وتحضيرها للزراعة للتنقية عموما التنظيف والتنقية والتطهير إلى التقشير يسمى وإفرنانن وإلى آخره إلى اللحاء الشجر إلى لحاء شجرة الفلين نفسها ومثلا يسمى التطهير والتنقية لتنقية البيت، الآن ما عاش التنقية للنباتات والشعير والأخير، أصبح التنقية عموما كما نجده في مناطق كثيرة، التنقية عموما أي التنظيف والتطهير يسمى إفرن، وماضي هي توافرن، تغاوستة توافرن، وهنا يجب أن تركزوا معي هذه التنقلات كلها إلى حاجة جديدة، هذه أول مرة ممكن تسمعوها، وأظن أن ترتيبها منطقي جدا جدا، تذكروا قبل شوية، وهذا لها علاقة على فكرة بالمثيلوجيا الأمازيغية المغلة في القدم على فكرة، سمعتوني باكري قلت سغوس هي مرادف تام وكامل لكلمة فرن، سغوس وفرن مترادفين كاملتين في الأمازيغية، نجد سغوس مازال موجود ويستعمل عند أمازيغ جنوب المغرب، سوس وغيرهم، أي بمعنى نقي ونظف، ويعني كذلك الطهارة حتى الطهارة المعنوية، الغريبة أننا في جبل نفسه كنا نستعمل هذه الكلمة كما نجد في مدونة عبي غانم، وكذلك نجدها في المعجم النفسي، معجم يفرن، سغوس بمعنى طهر، من الطهارة من النقاع، النقاع المعنوي والمدني، لما تمشي تتوضى، تتطهر، فأنت سغوس، يسغوس، يعني طهر، نقيل، ولكن الغريب الآن موجود في جنوب المغرب بمعنى طهر، نجدها في الأطلس بمعنى احترق، كيف انتقلت من الطهارة إلى الاحتراق؟ من سوس إلى الأطلس بمعنى يسغوس احترق، يبدو أن النار من طبيعتها ومن الأشياء التي أضيفت لها هي التنقية، حسب الأستاذ محمد أسوس، النار عند الميثولوجيا الأمازيغية عندها خاصية التنقية والتنظيف والتطهير، وهذا من مفهوم ومنطق أو منطلق ديني بداي، وهو موجود مثلا في ديانات شرقية كثيرة حتى اليوم، يعني قضية النار المطهرة هذه، طيب، ما علاقة هذا بفرن؟ يبدو أن كلمة فيرنو وأفرنو وأفرنو جاءت من فعل التنقية كذلك، قلت لكم سغوس بمعنى النار عند الأطلس الكبير، وسغوس بمعنى التنقية عند إمازيغ، بقيت هذه عند هؤلاء وهذه عند هؤلاء، إذن نربت بيناتهم أن هي النار تطهر وتنقية حسب الفهم عند مازيغ الأولين، إذن فرنو وشين خاصيته؟ هو كذلك يطهر ويمقي، لأنها فيه خاصية النار والإحراق، إذن غوس، سغوس، وسغوس، انتقلت من التطهير والطهارة في النار إلى التطهير المعنوي إلى التنقية إلى آخره، هذا حصل نفس الشيء في عملية أفرنو، فرنو، أفرنو، وفرنو وإلى آخره، طيب، مع ذرنين، يبدو أن ينسيت فعل مهم عند إموهاغ لا علاقة بالتنقية، تعرف الحلاقة هذه السفر أو الحلاقة السفر في الحج، شين يقولونها عند إموهاغ؟ كفعل، يقول فرن، فرن أي نقي وطهر، يعني مفهومة واضحة يعني فرن، يعني نقي وطهر وجهك، إذن ممشينا من معنى التنقية إلى معنى التنظيف إلى معنى التطهير إلى معنى كذلك الحلاقة بمعنى التطهير. قبل أن نكمل، يجب أن نبهكم من أصحاب المعاجم أوردوا لفظ السنفرو، بلخص معجم مع التوارق هذا متاع، ما اسمه هذا؟ والله إشار ضفوكو، السنفرو وتجمع على أي سنفروتن، أي شخص حد البصر، وهذا يعني ربما لأن هذه، الحقيقة الجذر هذا مقلوب لأن هذا الجذر انفر وليس فرن، طيب، ولكن يحدث كثيرا عند التوارق إنهم هم يقلبون بعض هذه الجذور، وهذا ربما اعتبروه خطأ، فأحببت أن أورده لأن في النهاية ما معنى أن يكون حد البصر، أي نقي البصر، فربما جاءت من نفس المعنى، طيب، ومن المعالم الطبونومية المتكررة في تمزغة بكثرة تافرنت، ولا تافرنت، وعيلة فرنانا، وإلى آخره هي الأرض الجاهزة، المبسوطة، الخالية من الحجارة، وهو اسم متكرر ولقب متكرر في كل تمزغة، طيب، ولو كان معناش في نفسها فرنانا إلا في المناطق المتحدة بالعربية، ولكن الاسم موجود يعني، ووجب فرنانا، ووجب القول أن اللفظة العامية في الجزائر كذلك نفريوها قاع، قداش تحجي فيها العامية الجزائرية، يقولون أن نفريوها قاع، بمعنى، يعني، غالباً هي كلمة معزيغية من هذا الجذر، وتعني أن نحن نصفيها، نصفي الأمر، نصفي الأمر، نحل الأمر، ندلو كملها، طيب، من الحاجات كذلك القديمة، المصطلح، المصطلح القديم، اللي هو عند الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون تيفرني، أي المصطفى، تم الله اختياره واستفاءه، تيفرني نربي، نغمسينا، وزي ما قلت، في ابو استرو في معجمه، تعيفراً هذا، وكذلك حسب معجم الأستاذ محمد شفيق، كلمة مصطفى تقابلها في الأمازيغية أوفرين، فمصطفى أوفرين، يعني ما نعرفش إذا كان في أي مانطقة يستخدموها بهذا المعنى، ولكن موجدته عند معجم محمد شفيق، بهذا نختم هذه الحلقة القصيرة، واللي نأمل أن تجدوا فيها الفائدة المرجوة، دون يوش ربي توفرانت نولاون، أعطاكم الله صفاء القلوب، دون يوش نغنون يفك نغن يسلكم مسينغ توفرانت نولاون، أعطاكم الله صفاء القلوب، تحياتي.